ترأس سعدة الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية عضو اللجنة الوضنية لمكافحة المخدرات رئيس برنامج مكافحة العنف والإدمان معا وفد مملكة البحرين في افتتاح اجتماع الدورة الستين للجنة المخدرات بمقر الأمم المتحدة في فيينا بمشاركة دولية واسعة شارك من خلالها في العديد من المواضيع والفعاليات المهمة المرتبطة بمكافحة المخدرات وحماية المجتمع من الإرهاب والجريمة مشاركة معالي الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية لمملكة البحرين في اعمال الدورة الستين للجنة المخدرات تندرج في إطار الحرص الدؤوب للمملكة على تعزيز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وذلك عبر الاستفادة من التجارب الناجحة في المحافظة الدولية الشيخ عبدالله بن راشد أكد على أن الأمن جزء لا يتجزأ من المشروع الإصلاحي الرائد الذي أرسد عائمه جلالة الملك المفدى وعلى أهمية تعزيز تكاتف الدول في محاربة آفة المخدرات التي تشكل تهديدا للصحة والأمن والاقتصاد تأتي مشاركة مملكة البحرين في هذا الحدث السنوي المهم للمؤتمر الدولي لمكافحة المخدرات بضمن إطار استراتيجية الوزارة في هذا العام بالذات نرى أن الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها العام السابق من قبل مملكة البحرين تأتي متماشية ما هو مطروح من تجارب ناجحة لعدة دول وتأتي في مقدمة حمل وزارة الداخلية في مكافحة هذه الظاهرة أو القضية الدولية التي تعاني منها كل الشعوب نائب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبعد أن شدد على أهمية الدور الذي يقوم به مكتب فيينا في مكافحة المخدرات لتعزيز الأمن والسلام في العالم أشاد بمستوى التعاون القائم بين هذا المكتب والبحرين في مكافحة المخدرات التعاون والتنسيق مع الدول لمجرس التعاون الخليجي متميز كما أن التعاون مع مملكة البحرين فاعل وفي أعلى مستوياته وأن البحرين منخلطة في التعاون البناء والفاعل في محاربة ومكافحة المخدرات وحماية المجتمع من الإرهاب والجريمة وقد استعرض رئيس وفد البحرين الاستراتيجي الوطني لمكافحة المخدرات وقد نال العرض استحسان الحضور حيث ركز على فكرة استخدام الوسائل الاجتماعية لمكافحة المخدرات وحماية المجتمع من الإرهاب والجريمة هذا وزار الشيخ عبد الله المعرض الذي أقامه مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش أعمال الدورة الستين الذي صلت الضوء على الاستراتيجية الجديدة لشؤون الجمارك والنجاحات التي حققتها دول المجلس الست على سعيد مكافحة آفة المخدرات كما شارك في ندوة رفيعة المستوى بشأن مكافحة الإرهاب وتشفيف منابعه بمداخلة أوضح فيها أبعاد المقاربة البحرينية بهذا الخصوص ركزنا من خلال المشاركة في هذا الحدث على أبرز ما تقوم به الحكومات المحلية أو المحافظات في محاربة الإرهاب بشكل عام واستعرضنا تجربة مملكة البحرين والمحافظة الجنوبية خاصة في مكافحة الإرهاب واستخدام الوسائل الاجتماعية في الوصول إلى الأهداف الرئيسية من مكافحة الإرهاب والاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب ويجب على كل الحكومات والحكومات المحلية والمحافظات أن تحمي مجتمعاتها من هذه الظاهرة الخطيرة التي يمكن أن تهدم المجتمع بأكمله الحمد لله مشاركتنا كانت فاعلة مع الدول وكان هناك تجارب كثيرة استفادت منها الوفود جميعها المشاركة المتميزة لمملكة البحرين في عمال الدورة الستين أكدت حرص المملكة على تعزيز الدولي في مكافحة الإرهاب والمخدرات واستمرارها في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات بكل ثبات من مقر الأمم المتحدة بفييننا لتلفزيون مملكة البحرين عبدوها بالجيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر